هاي تلاميذ سلام ورحبا بكم في فيديو اليوم اليوم إن شاء الله رايح ندرو سيكوانس 2 me and my shopping رايح نلخصوا دروس الفصل الثاني لسنة ثانية متوسط كما كان التلاميذ على بالي بلي جيكم جوكم هاد دروس عب شوية معقدين مليوما إن شاء الله رايح نبسطوهم أول حاجة رايح نبدو بيها بما أنه هاد سيكوانس هاد المقطع يتحدث على التسوق يعني shopping ويتحدث أكثر على المواد المواد الغذائية عندنا food هو الأكل الغذاء عندنا تلت أنواع three kind of food we have vegetables الخضار, fruit, الفواكه وother food اللي هي الغذاء الآخر vegetables vegetables الخضار like potato البطاطة tomato طماظم carrot زرودية onion البصل pepper الفلفل cucumber الخيار pea البازلة بيتس بيتس البتخاف pumpkin اليقطين and egg plant هي البضنجان ويهاب فروت اللي هي الفاكهة عدنا بنانا البنان apple تفاح orange china pear الخوخ strawberry الفراويلة grabs العنب lemon watermelon watermelon البطيخ cherry الكرز apricot المشماش kiwi الكيوي وفيك التين عدنا other food كما milk الحليب water الماء honey عسل olive زيتون cheese الجبن meat اللحم fish السمك butter الزبدة chicken الدجاج burger burger sandwich le sandwich eggs البيض juice العصير tea الشاي و persoli اللي هي البقدونس أوكي هذو هما food يعني أنواع الغذاء اللي راح نتلقوا بهم في النصوص نتلقوا بهم في التمارين ونسحقوهم الأهم والمهم في الوضعيات so ننتقلوا الآن لبلور يعني الجمع كيفاش نتجمعوا الكلمات ولا adjectives البلور بار عندنا كلمات سوعدنا ربع طرق الطريقة الأولى هي es بيستعمل es وقتش نستعمل es after s ch sh o x and z يعني الكلمات اللي يخلصوا بهذه دومة نديروا دايما في الجمع es عدنا like glaze رايح انجليس watch watches dish dishes potato potatoes and box boxes سو glass هو كأس watch هي ساعة dish طبق potato بطاطا وbox علبة سو هادو كامل نزيدو لهم es لأنهم يخلصوا سوى ب s ولا ch ولا s ch ولا x or z عندنا طريقة ثانية هي ves كلمات نزيدو لهم ves شكون هم اللي يخلصوا ب f or fe عدنا like wolf ذئب يخلص ب f رايح نحو ال f نديرو في بلاست ves wolves the ab kolf kolf knife knives life lives اوكي عندنا ايضا كلمات نزيدو لهم just as in the plural like apple apples banana bananas courget courget عدنا irregular plurals يعني الكلمات اللي يتبدلو يتشانجو completely في plurals like men رجل ولي men in the plural رجال woman مرأة women نساء child طفل children أطفال mouse فقر mice فقران goose اوزا جيز اوز foot رجل feet رجل tooth سن teeth أسنان سوعدنا ربع طرق في plural بش نرجع كلمة في الجمع عدنا الطريقة الأولى هي es لي تكون الكلمة تخلاص ب s ch s h a o x z واحدة من هاد الحالات عدنا الحالة الثانية هي ves يعني الكلمة تكون تخلاص ب f ولا fe like wolf kolf knife and life رايح النحو الف ولنحو fe وندير في بلاستها a ves عدنا الطريقة الثالثة هي s كلمات عادي نزيد لهم just s like apple banana curget عدنا irregular plural هذو يتحفظوا ما عندهم مش قاعدة معينة يعني لكن ما رايح تتبدل like for example goose double l نرجع double e foot double a ونرجع double e tooth عدنا هذي لتتكرر لكن أخرين صدبوا كل كلمة كيفاش اوكي after رايح نقرأ demonstrative pronounce يعني الكلمات اللي عبروا على الأشياء for example i have this pan عندي هذ البان رو قدامي رايح نقول لكم this pan اوكي me إذا كان بعيد far شوية لي so far رايح نقول لكم that pan اوكي إذا كان قريبا نقول لكم this إذا كان بعيد نقول لكم that إذا كان مجموعة مجموعة من الز السيالات many many pans قدامي near me رايح نقول لكم these pans إذا كانوا شوية بعد far وقلكم لكم those pans وقريبا قريبا قراب يعني ليا near and plural نقول these إذا كانوا plural and far يعني بعاد قولوا those أوكي الآن ننتقل countable and uncountable nouns وشنو هي countable and uncountable nouns عدنا كلمات نقدر نحسبوهم عدديا نقدر نقول بلي عندنا واحد اثنان ثلاثة ربعة like this pens نقدر نقول I have four pens this is pencil so I have four pens عادي كين أشياء مواد ما نقدرش نقول I have four or five or six or one أوكي ما نقدرش نعبر عليهم بالأرقام so الأشياء اللي نقدر نعبر عليهم بالأرقام نقول لهم countable nouns يعني أشياء تتحسب وشنو هما all vegetables and fruits يعني جميع الخضر والفواكه هما countable nouns نقدر نقول عندي one potato two potatoes three potatoes etc عندي olive الزيتون eggs البيض burger freeze freeze اللي هي الفريت سانويش وكيك هادو كامل countable عادنا uncountable nouns اللي ما نقدرش نحسبهم نعدهم بالأرقام اللي هما السوائل كما milk honey war tea هادو uncountable nouns عادنا أشياء واحد أخرى uncountable nouns بلنغير السوائل كما cheese cheese الجبن كما meat fish chicken يعني اللحم سمك والدجاج اللحم بصفة عمى عندنا two salt and sugar and flour الملح السكر والفارينة يعني عفسة un pudre جاية قريبا هادو uncountable نقدرش نقول عندي one salt two salt impossible عادنا rice الأرز يعني الحبوب بصفة عامة عادنا chocolate شوكولاتة تاني اوكي after we have the lesson of expressing quantity يعني تعبر عال كمية for countable nouns للأسماء المعدودة عندنا نستخدم money اوكي for a big number يعني كيكون عادنا كمية كبيرة ولا عدد كبير من هذك الشيء for example عادنا بزاف eggs عندنا بزاف بيض ونقول there are many eggs كيم بزاف البيض اوكي عادنا some نستعملوها for small number يعني كيكون عندي عدد صغير for example عندي شوية زيتون نقول mom needs some olives ماما تحتاج القليل من الزيتون ننتقل الان uncantible nouns يعني الاسماء الغير معدودة كيكون عندي كمية كبيرة big quantity رايح نستعمل much نقول I always drink much water يعني دايما نشرب كمية كبيرة من الماء كيكون عندي شوية small quantity نقول mom need some floor ماما تحتاج القليل من الفارين نستخدم some for both of them for cantible and uncantible ساو هنا for cantible noun كيكون عندي عدد كبير نستخدم money كيكون عندي عدد صغير نستخدم some for uncantible noun كيكون عندي كمية كبيرة نستخدم much كيكون عندي كمية صغيرة نستخدم some عندي حاجة أخرى to ask about number or quantity يعني بش نستخدم على pluto بش نستخدم على الشيء يعني عدد ولا كمية إذا رح موجودة نستخدم any for example is there any juice in the fridge as كيكون كش جوف الفريجيدار أوكي أوكي يعني any نستخدموها بش نستخدموها إذا كين هذاك شيء ولا مكاش إذا كانت ناو يقولوا there isn't any juice in the fridge أو س استخدموها في النفي يقولوا مكاش هذه الحاجة كاش هذه المادة there there isn't مكاش any juice in the fridge يعني مكاش حتى الجوف الفريجيدار أوكي the last point آخر شيء في الدرس لي هو asking about quantity يعني بش نسقتو على كمية هنا على بال أنا متأكد بلي موجود هذه المادة بس أنا حبي نعرف شحال كمية دي لها أوكي إذا كانت cantible nouns نقول how many يعني شحال كين إذا كانت uncantible nouns يعني أسماء غير محسوبة نقول how much أوكي for example for cantible nouns how many potatoes do you need mom يعني إش حال من بطاطات حقي هنا potato cantible سنستخدم how many وإحنا example how much cheese do you need هنا cheese and cantible noun سنستعمل how much هذا هو الملخصة اليوم تلاميذ نتمنى تكونوا فهمتوه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته